تعالوا ننتقل الحقيقة النهاردة كده كان فيه خبر يعني الخبر الحقيقة يعني ألمنا جميعا يعني والخبر الحقيقة كان رحيل دكتور هاني الناصر يعني النهاردة كده الصبح لقينا ناس كتير جدا بتكتب على السوشيال ميديا والناس الحقيقة انفعلت قوي لأن هم يعني امتبعينه وبيحبوه وإنسانيته جبروا لخواطر الناس ولقبوا دكتور الغلابة هو رحل عن عالمنا اليوم الحقيقة الخميس دكتور هاني الناصر طبيب الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وزي ما قلت لحضراتكم الناس كلها كان عندها حزن شديد جدا على طبيب الإنسانية جابر الخواطر وطبعا يعني حتى البسطاء لأنه طول الوقت كان الحقيقة بيخدم بدون مقابل دكتور هاني الناصر من هو؟ هو هاني محمد عز الدين الناصر ابن حي المنيل وولد في 26 ديسمبر عام 1950 جذور العائلة تمتد إلى مدينة طمع بمحافظة سهاج وهو من عائلة أبو دومة وقد ورث طبعا دكتور هاني الناصر الطب عن والده الذي يعتبر أول قدوة له كان الحقيقة دكتور هاني الناصر بيذهب دايما مع والده إلى العيادة والعيادة كانت موجودة في حي شبرة ومنذ طفلاته نشأ وهو يشاهد يعني كان دايما بيشوف والده الحقيقة وهو بيعمل كل المهام زي بيتعامل مع الناس؟ إزاي حتى بيتعامل مع البسطاء؟ إزاي بيجبر خطر الناس؟ فكان بيتابع كل التفاصيل دي وكبر معه وكبر كمان الحلم بأنه يبقى دكتور الإنسانية ويبقى دكتور الغلابة كما أنه اشتغل دكتور هاني الناصر في نفس العيادة عيادة والده واستكمل أيضا نفس المشوار ونفس التخصص الأمراض الجلدية رحل دكتور هاني الناصر ولكن يبقى أو تبقى السيرة دائما ويبقى دعوات الناس الحقيقة منذ صباح اليوم بكل الخير بكل مقدم طول الوقت في معاية الله دكتور هاني الناصر